أكد عضو مجلس الشيوخ عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين أحمد فوزي في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري أكد على أن لدينا غياباً للمجالس الشعبية المحلية منذ أكثر من 11 عاماً وأوضح أن المجالس الشعبية المحلية لها دور مهم من أجل تحقيق الرقابة والمحاسبة وإحنا كلنا عارفين أننا عندنا غياب للمجالس الشعبية المحلية تقريباً منذ 11 سنة تقريباً ما عندناش مجالس الشعبية المحلية لأنه آخر مجلس تم حله في 2011 بحكم قضايا محكمة القضايا الإداري وبالتالي إحنا كلنا مشتقين لعودة المجالس الشعبية المحلية نظراً للدور الهام والمهم والحيوي اللي بتقوم به المجالس الشعبية المحلية وخصوصاً يعني اسمح لأقولك أن الدستور 2014 وتعديلاته للعام 2019 وضع اختصاصات للمجالس الشعبية المحلية لم تكن موجودة على الإطلاق اختصاصات واسعة جداً بتصل إلى حد سحب الثقة والاستجواب وكلها أدوات قوية جداً لعدو المجلس المحلي تمكنه من متابعة والإشراف والرقابة على أداء الوحدات المحلية والمجالس المحلية